اشتركوا في القناة أميرة أنا وأنا بحضر أسئلة البودكاست حسيت بالفخر حسيت أنه رحلة كفاح ونجاح بنت مصرية سفرت للخارج في إيطاليا وفرنسا تدرس الموسيقى الكلاسيكية وقدرت أنها تقتحم بالساحة العالمية ومجال الغنى الأبرالي يعني حب أعرف عنك أكتر وأعرف قصتك والقصة اللي ورعت هذا النجاح والتحديات عشان نعرف ده يعني عايزين نبتدي من البدايات خالص من الأسرة واللي نشأتي فيها والظروف يعني احكي لنا بقى بدايتك في الفن والعالم الأبرالي بدايتي إيه من طفولتي ولا بدايتي من دخولي زي ما تحفي يعني الأسرة طبعا والدك والدتك كانوا فنانين فهل ده كان ليه تأثير أه ده أكيد يعني بدايتي من قبل ما تولد الحقيقة لأنه يعني والدتي لما كانت حامل بي كانت بتعزف بيتوفن وموزارت وباخ فأنا أعتقد أنه من وانا لسه مشروعة كنت قريدي بقى يعني إيه قاعدة بشرب وبقى يعني وبسحب كل الثقافات دي والموسيقى والفن ده أعتقد يعني وبعدين طفولتي كلها كانت كونسورت وحفلات وآبيرات ومعارض ولوحات وجاليريز ومسارح كتير فنانين كانوا موجودين حواليا من صغري منواة صغيرة من كل الاتجاهات والفنون المختلفة الرسم الغناء والموسيقى والعصف كل الأنواع والتمثيل وغيره يعني فأعتقد أنا شربت كل ده من وانا صغيرة جدا فكان من الطبيعي أنه في لحظة ما أتجه برضو اتجاه فني يعني برغم أن أنا كنت بأعزف بيانو طبعا درس مع والدتي من وصغيرة وكمان كنت برسم يعني ده كان اتجاه ووالدي شجعني برضو فيه جدا وكنت بأخذ دروس بالي فكنت كمان يعني في رأس بالي ففي فترة كده لغاية المراقة كنت بأعمل تقريبا كل ده وكان في لحظة كنت هروح لفنون جميلة وبيانو وبعدين زي ما تقولي كده جمعت كل ده في فن واحد اللي هو فن الأوبرا لأنه فن الأوبرا في كل ده فن التشكيلية والموسيقى والجناء والرأس والمسرح والتمثيل فالحقيقة ده كان اختياري يعني في سن المراقة تقريبا وابتدت الرحلة يعني البداية كانت الاختيار كان في سن المراقة رغم أن فن الأوبرالي يعني مش بابلر أو مش مشهور قوي في الثقافة المصرية ويعني لكن انت اختارت ان انت تدرسي وتخبر اختارته زي ما قلت عشان هو فن متكامل ويعني فيه كل أنواع الفنون وأنا كنت عايشة في ده من صغري يعني عايشة في ده وأنا كنت كمان بحب المصرح جدا وبحب فكرة أن أنا أمثل على المصرح وأبا فيه يعني حضور على المصرح وأعبر على المصرح والتحبق الكونكشن كمان مع الناس من صغري كان عندي ده وكنت بحب أغني قدام العيلة وقدام الأصدقاء وكنت بحب أعمل حاجات دي وأنا صغيرة فكان من الواضح أن أنا عندي كونكشن ما أونستيج وبعدين الغناء كان شيء برضو طبيعي لأنه أنا أبوي والدي كان بيغني لي طول وقت من هو صغيرة وبيحب بيغني الحاجات التراث المصري والشرقي القديمة شوية فكاني غني لي حاجات من سيد درويش وغير وكده وأنا راح المدرسة وبيدندن لي كده من وقت للتاني ممكن ده كان نساب تأثير على برضو على يعني رغم نتي يعني اشتغلتي بره وأعملتي برفورمانس كثير على خشبة مصرح يعني في مصارح عالمية لكن ستيل برضو فيه بتدميجي ما بين التراث وال ده 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 أسيسي ده أعتقد يعني ده ده والدي أكتر في الحتة يعني والديتي كانت متأثرة أكتر بالموسيقى الغربية والتلاسيكية وأنا كنت متأثرة جدا بدا لكن والدي كان عنده كان يهمه جدا أنه يرسخ عندي الأصالة وحب التاريخ والتراث وأنه ما بعيدش عن ده عشان كده حصل مزج بعد كده يعني حصل الكونكشن ده والمزيج ما بين الفيوجن ما بين أنواع مختلفة منها طبعا مثلا الحاجات عملتها لسيد درويش بس كلاسيكال شوية فده حصل ومع والديتي يعني كمان نفسها كانت شريكة والدي كان شريك برضو في هذا المشروع من زمان فده كان مهم جدا طبعا وبعدين الدراسة بقى الأكاديمية ابتدت في الكونسرورتور؟ الدراسة ابتدت يعني الأول طبعا أنا ما وليتي درست بيانو من صغري وبعدين طبعا ابتدت شوية في الأوبرا في مركز تنمية المواهي كتب في بدايتي كده لسه صغيرة قبل ما ابتدي يعني أدخل المعهد وكي طبعا دخلت المعهد أكاديمية الفنون مهد الكونسرورتور في القاهرة وانطلقت إلى إيطاليا بعد كده وهي إيطاليا يعني اللي أسستني حقيقي مظبوط لأنه طبعا هي البلد تسورس الأوبرا والنشأ فيها والتوالد فيها حاجة اسمها أوبرا فإيطاليا كانت مهمة جدا وأستاسي الإيطالية قدتني كل أدوات وكل المعلومات وحقيبة مليانة بالتقنيات والعلم لأن الموسيقى في الآخر هو علم فهي ساعدتني كتير في ده وأسستني الحقيقة فإيطاليا كانت محطة مهمة جدا جدا وبعدين كملت الدراسات بألواليا خالص في باريس في فرنسا عشان أكمل الحقيبة لأنه طبعا إيطاليا اتولدت فيها الأوبرا لكن في فرنسا كان في مرحلة تانية من الأوبرا الأوبرا الفرنسية لها تاريخ عريق جدا لا يقل عن الأوبرا الإيطالية ودائما في خلاف وخناء ما بينهم على الفكرة وبجيروا من بعض جدا لكن كان لازم أن أنا أشرب وأفهم وأعرف الستايل بتاعهم وأدرسه كويس فده كانت فرصة أكيد الغربة أكيد كان فيها تحديات كتير يعني فكرة السفر ورغب أن هي طبعا فيها إكسبوجر وزي ما قلت كان فيه يعني دمج كينما بين الصخافات المختلفة لكن أكيد كان وجهتي تحديات كتير كلمين أبقى أكتر عن تحديات لا التحديات يعني طبعا بنت مصرية الوحدة في الغربة مبدئيا دي التحديات الحياة اليومية دي أريدي موجودة يعني إزاي حعيش إزاي حصرف على نفسي إزاي حواجه ثقافة أخرى سيستم ونظام آخر تماما حتى في الإداري يعني مثلا المعروفة جدا الإدارة الفرنسية إزاي بتتعامل والسيستم بتاعها مش سهل خالص فكل ده أنا كنت لازم أتأقلم فدي كان تحدي كبير جدا كان عندي اللغة لكن ما كانتش دي المشكلة خالص كان في السيستم وطبعا غير كده كمان الثقافة أنا قريبة منها لإني أنا في مدارس فرنسيائي من وقت صغيرة ولكن فكرة أن أنا مصرية كان فيه دايما البوزيتف والنجد يعني كان فيه الاستقبال الجميل والانبهار بآه مصرية دي حاجة جميلة أهرامات وتاريخ وحضارة وكانوا بيقبوا مبسوطين جدا وفي نفس الوقت فيه فكرة اللغة أنت جاية تدرسي الفن بتاعنا ده بتاعنا على فكرة بس أنت جاية تدرسي فهتثبتي أن أنت تقدر يتعملي حاجة زي كده ففيه حتة اكزوتك وفيه حتة فيها تحدي كن يو دو دس بجد فورينا كده فيه حتة متعالية وفي نفس الوقت فيه حتة فيها فخر وتشجيع كبير جدا لأنهم شجعوني الفرنسيين يعني كان عندهم هم بدوني منحة دراسية وهم دعموني كتير وفي نفس الوقت فيه الحتة اللي هو اكزوتك يعني مستشرقة اللي هو جاية من هناك وتعمل الفن بتاعنا فكان كل دي تحديات أن أنا أقدر أثبت لهم واثبت لنفسي كمان أني قادرة على أن أنا أوف على المسرح بتاعهم وأغني وأقدم فنهم طبعا شعال الجراء أحساسك إيه أول مرة تقفي على خشبة مسرح يعني في فرنسا أو البرفورمانس؟ يعني الأول أنا قبل فرنسا وقفت على خشبة مسرح إيطاليا وده كان قريدي بالنسبة لي يعني شيء خطوة مهمة جدا في حياتي وشيء مقدس جدا بس فرنسا كانت أهم بالنسبة لي لأنه النوع الربرطور اللي أنا بغنيه والأعمال اللي أنا بغنيها المناسبة لصوتي كتير منها أعمال فرنسية فكان أول عمل أنا عملته اللي هي أوبرا لكمي ودي أوبرا شهيرة جدا في فرنسا ومعروفة بدويتل الزهور كتير لو سمعتها هتعرفيه على طول ومشهور بأريا للسوبران ومشهورة جدا اسمها أريا الأجراس أو أغنية الأجراس فيها كده أكروبات وإستخدام لطبقات الصوت بطريقة يعني عالية جدا وبنزل وطلع كتير فهي فيها تحديات ففكرة أن أنا أقف على المسرح الفرنسي وكانت أول عرض لي كان في أوبرا رن في فرنسا بأوبرا فرنسية وأوبرا فرنسية مشهورة بس نادرة لأنه صعب أنها تتعامل كتير لأنه محتاجة صوت معين بقدرات معينة فده بالنسبالي كان تحدي كبير وفخورة جدا وكان أهلي سفروا مخصوص طبعا عشان يحضروا هذا العرض وليه أصدقاء كمان سفروا مخصوص عشان يحضروا العرض ده فأنا كان عندي الحقيقة كنت مرعوبة بس كنت سعيدة جدا وفخورة جدا ونجحت في التحدي ده الحقيقة طيب يعني خلينا نقول مثلا لو فكرة الدمج ما بين التراث دي كانت من يعني موجودة عندك من فترة من 2006 لما ابتدتي العرض موتزارت المصري وبعد كده اتطورت وبالورت لما غنيتي أغنية بنحب المصرية اللي عملتها كتكريما للمرأة المصرية بالضبط فهي الفكرة اتولدت هل يعني بدأت الفكرة عندك من 2006 لما عملتي العرض لا الحقيقة هي ابتدت كمان من قبل 2006 لأنه أنا بقالي شوية يعني فيه تاريخ كده لا من قبل 2006 لأنه زي ما قلت مع والدي ووالدتي كان فيه فكرة ان احنا يحصل الفيوجين ده والمزج ما بين القصالة والمودرنزم أو الحداسة والموسيقى الكلاسيكية الغربية كان فيها الأسلوب الهارموني وفيها استخدام أدوات تانية في الموسيقى وبعدين عندنا الأصالة والتراث بتاعنا اللي فيه ألحان جميلة جداً وفوتلورية جميلة جداً وسادة رويش كان من الناس يعني أنا بالنسبة لي عملاق عبقري كان من الناس اللي بيحبوا الأوبرا على فكرة وتأثروا جداً بالأوبرا الإيطالية والأوبرا فعنسية وكان يعني مؤمن بمدرسة الموسيقى الغربية من ناحية التقنيات الهارموني استخدام الهارموني أو استخدام النغمات المتنسقة مع بعض في عمل موسيقي هو كان مؤمن بدا فبالتالي كان من الطبيعي أنه يحصل الفيوجين ونحن نقول يلا نحاول ناخد أغنية ونعملها بتوزيع بسيط مع كان بيانو وصوت بما أن والديتي هي اللي كتبت ده للصوت والبيانو وقدموا للغرب وقدموا للأجانب لأنه ده في الآخر تراث وثقافة بلدي بس بطريقة مودن بطريقة فيها حتة عالمية مش محلية فقط فده ابتديته من قبل كده لما قدمت حفلات لي من قبل 2006 في فرنسا وفي أوروبا في العموم زي الحلوة دي لسا يدرويش زي إهل عبارة لسا يدرويش بس بطريقة مختلفة وبعدين لما جي مزار المصري كان من الطبيعي لشان كده لم أتردد يعني تعالي تعالي أعملي مزار المصري أعملي أرية ملكة الليل بالرق والناي والطبلة حتى الفاشة اللبس نفسه كانت الفاشة كانت آه يعني ده ده الأول تعالي تعالي سجيلي يعني عملنا ألبوم وبعدين في فيينا في 2006 يعني ده كان في 2005 في 2006 رحنا حفلة في فيينا كان 100 سنة على موترت احتفالية لموترت وكان فيها يعني أعمال كثيرة لموترت معمولة بفوجين كثير يعني منها الجاز بوب وغيره من الفوجين منها مزار المصري فوقتها طبعا كان أنا من الطبيعي أن أنا أختار زي يكون فيه فكرة المصري يعني في الحتة المصرية دي ويقابل نفس نفس الوقت كده في حتة مدن فالجلبية دي الحقيقة كان فيها التلي وكان فيها كده ألوان أزرق على أسود في ملكة الليل يعني ربطت كل الحاجات مع بعض وكان حدث سباشل جدا جدا طب لو بصينا كده للأعمال يعني كل أعمالك اللي عملت فيها في المصارح العالمية ايه العمل اللي بتعتبره نقطة التحول في مسيرتك الفنية ده دي بتبقى أسئلة صعبة جدا لأنه لأنه بالنسبة للفنان في المطلق كل عمل فني بيعمله هو بيغير له حياته يعني بيكتسب منها خبرة كبيرة وبيضيف شيء جديد وبيخليه ينتقل إلى محطة أخرى فيعني صعب جدا أعتقد مشهد أوبرا لكميدا لأنا قلته في أوبرا رين وده كان في 2004 دي كانت محطة فصلة بالنسبة لي لأن هي اللي حطيتني على الساحة الانترناشنال في اللحظة دي وكسبت التحدي فدي كانت نقطة مهمة بس المحطة التانية الموكب الموميويت طبعا دي كانت محطة مهمة جدا وأعتقد أنها هتفضل يعني علامة مهمة جدا في حياتي هو الموكب حقيقي كان العالم كله يعني أفضل العالم وطبعا مشاركتك يعني بمخطوعة إزيس غنيتي بلغة مصرية القديمة وإحساسك وصل للناس كلها يعني رغم الناس ما كانتش فاهمة اللغة لكن العرض ككل كان حقيقي مبهر احكينا عن تجربة دي يعني استعدتي إزاي للعرض الموكب الموميويت ده حالة خاصة كده كلها على بعضها لأنه يعني أنا قلت كتير أن أنا قبل موكب الموميويت كان عندي حلم أن أنا أعمل أغيني باللغة المصرية القديمة بس ما قدرتش أحقق الخطوة دي أو الحلم ده والحقيقة يعني ده كان في 2016 لما جمعت بعض الأشعار والأنشيد باللغة المصرية القديمة وبعدين في 2021 بعدها بكذا سنة نادر عباسي يكلمني مايسر والعزيز نادر عباسي بيقول لي تعالي أنا أعتقد مكانك في هذا الحفل وهذا العرض طبعا لم أتردد لأسباب كتير أولا ده باسم بلدي وحدث وطني عالمي وكمان بننقل ملكتنا وملكنا من متحف إلى آخر يعني شيء الحقيقة فيه فخر يعني كبير جدا يعني محظوظة أن أنا أكون في اللحظة دي في الحدث ده فطبعا وفقت على طول ولما عرفت أن إحنا هنغني باللغة المصرية القديمة ده بقى كده أجدادي بقولولي تعالي يعني اللي هو اتفضلي ورينة تعالي وشالنج برضو يعني أنك شالنج كبير جدا وده كان تحدي لنا كلنا الحقيقة إحنا كنا كلنا شوية قلقانين من الموضوع ده ردود الفعل هتابقى إيه هل حننجح نعمل الموضوع ده لأنه طبعا اللغة المصرية القديمة فيها تحديات لأنه إحنا ما نعرفش 100% نطق يعني اللغة المصرية القديمة الحروف الساكنة هي اللي عارفنا أكتر من الحروف المتحركة زي كده في العربي لو شلنا التشكيل مش هنقبع عارفين بالزبط إيه اللي بتتنطق إزاي يعني عرفنا شوية من خلال اللغة القبطية طبعا اللي هي آخر مراحل اللغة المصرية القديمة فكان فيه تحديات في النطق فما بالك النطق والغنى يعني عشان نلاقي إقاع الكلمة فدكتور ميصر عبدالله الحقيقة اللي هو أستاذ المصريات هو اللي ساعد ساعدني كتير في الموضوع ده واشتغل معينا على النطق الأقرب مش هنقدر نقول إنه وصحها 100% لكن الأقرب للواقع وللتاريخ والتحضير بقى التحضير كان كان شهور من التحضير كلنا الزملاء كلهم الموسيقيين العزفين في الأوركسترا الكورال الرقصين والرقصات الجمال جدا التحضير الورجانيزيشن التكنيشن التنظيم لا لا كان فيه جيش شغال كلهم مجهود جبار حقيقة وكنا حاسين كلنا إنه نحن على طقنا مسؤولية كبيرة لأنه كل ده صورة لبلدنا وإمج ورسالة للعالم كله فكان يعني حدث طبعا يعني رد فعل الجمهور يعني أكيد يعني حاجة مشرفة الناس يعني أنت تصدرتي لترند أنت كنت كل الصحف العالمية كل القنوات الناس كانت حضرة الحدث من كل أنحاء العالم رغم الاختلاف التوقيت تلقيتي بقى الردود لأفعال هاقول لك الأول لازم بس إيه أرجع لهشام نزيه لأنه شوفي العالم ده كله وبعدين فيه هشام نزيه لأنه هشام نزيه البركة فيه أنه يعني عارف يركب هذا العمل بطريقة مودرن فيها حداسة زي ما أنا بقوله ما بحب ده جدا وفي نفس الوقت مزيج مع الأصالة والتراث والتاريخ فهشام نزيه البركة فيه أن اللحن إنشودة إزيس طبعا موكب الهموميات كله لكن لحن إنشودة إزيس عارف يلاقيه إزاي عارف ينفزه إزاي وهو العلق مع الناس جدا هو بقى ده صحيح لحن هشام نزيه هو الوصل عمل وصله مع الناس في اللاوعي في اللاوعي مع تاريخهم مع الحضارة بتاعتهم وكأن إيه بيصحي جواهم شيء بيصحي جوانا كلنا زي ما أنا صح جوايا نوعا ما وأنا بشتغل الأنشودة دي شيء ما فأعتقد هو ده حصل في هذه اللحظة يعني أنا ليه أصدقاء كانوا بيقولولي إحنا أول ما سمعنا أول جملة أول كلمتين مع اللحن وقفنا على رجلينا ومش هل ده فعلا ده اللغة بتاعتنا ولا إيه عبلوها اللي هو عملوها فأنا أنا تأثرت جدا من الرياكشن دي حاجات طبعا أنا عرفتها بعدين لكن أنا ما خرجت من المسرح الحقيقة ردود الفعل جاءت لي بعدين بخمسة قائق السوشال ميديا تقلبت مسجات التليفون ما بطلش في حالة حصلت غير طبيعية الجماعية يعني كولكتف كده إيه طاقة طاقة حصلت دينا كلنا أنا حسيت بيها وعشناها تقريبا لمدة أسبوعين ثلاثة يعني الترند فضل فضل فترة والحالة فضلت فترة ولغاية دلوقتي الناس مرتبطة بالعمل ده وبالأنشودة دي عشان كده أنا بقول ده دي هتفضل للتاريخ وحتفضل لي أنا كفنانة فخورة بيها جدا طب حكينا موقف كده حصل لك يعني صعب تنسي على خشبة المسرح سواء في العرض ده أو في أي عروض سابقة يعني هل مثلا رد فعل مثلا معين أو موقف سواء غالي مثلا صعب أو كوميدي يعني أعتقد أننا كنا كلنا في حالة قلق وفي حالة ترقب لأنه زي ما قلت كان على عطقنا مسؤولية كبيرة جدا كان عندي كنت أنا من الفستان الفستان كنت طبعا أنا مبسوطة بي جدا طبعا فريدة تمرازة هي اللي عملته واشتغلنا عليه فترة على فكرة وما كانش كده ده الريزالت إحنا عدنا شوية نشتهل عليه عشان يقبأ يطلع بالصورة دي ويقبأ يديني الحالة اللي أنا محتاجاها أن أنا أكون كأيني في معبد وأنا بغني يعني ده فريدة فهمة بالضبط فالفستان الحقيقة حصل ماقف وأنا دخل المسرح لا أعتقد أنه الناس شافوا الموضوع ده ما ظهرش على الكاميرا لكن أنا أتخلت وأعتقد أنه كل الناس والرئيس شافني وكل حاجة لكن توقفت لأنه الكيب بتاعي شبك في الإضاءة في السلوك على الأرض ودي حاجات بتحصل أنا عندي خبرة في حاجات حصلت كده يعني في عروض كتير عملتها في الخارج وفي مصر فتوقفت وتوقفت في حالة بقى مصرحية يعني يعني عيشت بقى دور أجدادي وكأيني على الجدران كperformance وقفت لحظة وأنا عارفة أنه التيم الجميل اللي وراء قاعد بيحاول يفك الكيب ده والفستان والحمد لله تفك وعديد بس دي كانت لحظة لو أوكي طبعا لازم أكيد لازم تحصل حاجة يعني لازم يحصل حدث بالحجم ده لازم هكيد يحصل آه بس الحمد لله فعلا إحنا نجحنا يعني في كله يعني يعني حتى كل زملائي والموسيقى والسينك إزاي كان كنا بنسك كمان الموسيقى مع المشاهد والمركبات اللي كانت الموكب اللي كان بيعدي والإقال الرقصات لا لا كان يعني الحمد لله نجحنا في العرض ده طيب لو فتحنا البلايلست عند أميرة سليم هلاقي يعني في وقت الفراغ مثلا هل بتسمعي مثلا نوع معين من موسيقى أو آه كل حاجة يعني مش هتلاقي عندي بلايلست واضحة أنا هتلاقيني كل يوم بأسمع حاجة شكل وكتير من الأوقات دلوقتي مش بأسمعها بس عشان أستمتع يعني كتير من الأوقات بأسمع عندي فضول أكتشف حاجات جديدة وأسمع تجارب جديدة وفيوجينز جديدة وحاجات ممكن تقبأ مثلا اتشارت وافهم لي اتشارت لي أنا عندي فضول ده أفهم عشان ده جزء من شغلي فالبلايلست هتلاقيها عندي كذا بلايلست ومتنوعة ومليانة ستايلز مختلفة ممكن يبقى فيه كلاسيك وممكن يبقى فيه جاز وممكن يبقى فيه حاجات بابلر وبوب وممكن يبقى فيه شعبي عشان أفهم اللي بيحصل فهتلاقيني مش في حيثة لا لا مش في حيثة لو حاجات قديمة مثلا بتحب تسمعني حاجات قديمة من الغنى بتاعنا الغنى مصري أو أنا بحب سيد درويش جدا أنا متحيزا له أكتر من أي مؤلف وأي فنين آخر الحقيقة لأنه أنا حاسة أنه هو مصري أصيل في تأليفه وفي الموسيقى بتاعته وفي اختياره للكلمات وفي الستايل وفي اخلاصه للشغل اللي طلعه وفي الشخصية المصرية اللي طلعها في الشغل بتاعه مع احترامي لكل المؤلفين الآخرين دايما كان فيه يعني تأثر بالتخت الشرقي أو تأثر بموسيقى عربي مختلفة لكن سيد درويش كان مصري جدا جدا فعشان كده أنا شايفة أنه هو يعني كان مفروض يحصل تطور يعني على اللاين أو الخط الموسيقي الفني بتاعه فعشان كده أنا متحيزة الفاتليني بأسمع كتير لساد درويش حب اعماله القديمة والناس اللي بياخدوا اعماله جديدة يعني بحداثة أه ولو في حد مثلا من الفن الأوروبي لو تابع حد معين أو لو حاجات موضر مثلا يعني أكيد بحب مثلا سيلين ديون و لارفابيان والناس الجميلة دي غير طبعا المغنين طبعا الأوپرا بقى التقال يعني ماريا كاللس مثلا بالنسبة لي دي عالم آخر دي الوحدها كده والباقي العالم في حتة تاني مثلا يعني فكل دول أنا برجع لهم من وقت للتاني وطبعا العزماء القدام بتاعنا موكلسوم من وقت التاني بس لقيني بس مع حاجة بموت في شادية مثلا الناس الجميلة بتاعتنا أسمهان كل العزماء يعني بتاعنا وبتاع تاريخنا الجزء من تاريخنا المصيغي طبعا طيب خلينا نتكلم عن بداية العلاقة مع المكتبة يعني أنت جيتي أكتر من مرة في المكتبة وحيتي الاحتفالية الـ 22 مناسبة إعادة بتاعها لمكتبة اسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي أو كد مبتوعة ملكة الليل بالضبط البداية ابتدت من إمتى؟ البداية الحقيقة ما كانتش بعيدة قوي يعني كنت أحب أن أجي بدري عن كده المكتبة الحقيقة لكن أنا أعتقد أول مرة جيت كان في مارس 2021 ودي كانت برضو دعوة من مايسترو ناير ناجي يعني مشكورا وعزمني عشان أعمل عمل مع الأوركستر سوبرانو وأوركستر نادر جدا وجميل جدا ودي كانت يمكن أول لقاء مع جمهور مكتبة اسكندرية طبعا أنا جيت في اسكندرية غنيت قبل كده في حاجات تانية لكن مكتبة اسكندرية دي كانت بنسبالي أول مرة وبعدين طبعا لما تم دعوتي عشان اختفالية مرور 22 أو 20 عام؟ 20 عام 20 عاما على إعادة افتتاح مكتبة اسكندرية طبعا لم أتردد يعني ده فخر لينا تاريخ كبير كبير طبعا فأتمنى أن أنا يعني أجي أكتر أكيد وأتمنى أن أنا قابل جمهور مكتبة اسكندرية مرة تانية طيب ميرا مين هو مسألة الأعلى على مستوى الشخصي والمهني؟ يعني مين من الشخصية الأكثر تأثيرا في مسارتك الفنية وفي حياتك الشخصية؟ والدي يعني والدي في مسألة الشخصية والفنية الحقيقة والدي كان ليه تأثير لأنه طبعا هو نفسه على الرخم وهو فنان تشكيلي كان فنان تشكيلي كان يرسم على أنغام برضو على الموسيقى وعلى بيتوفن ممكن يسمع عبدالوهاب ومكالسوم يضع الموسيقى ويرسم لوحاته في الستوديو بتاعه كان بيعشق الموسيقى وكان نفسه يبعز في فيلن في وقت من الأوقات وهو صغير وكان نفسه أنه يغني برضو فهو والدي بيحمل كل الكالرز والمكونات الفنية اللي أنا بحبها ومسألة أعلى لي في نظرته الفنية والإنسانية يعني هو إنسان جدا وكان دايما بدافع عن الحق وكان دايما مؤمن أنه فيه رسالة الفن دا فيه رسالة مهمة وفي نفس الوقت هي رسالة لكن الفنان لازم يقبع حر ولازم يقبع يطلق العنان لخياله ولإبداعه وما يكونش مسجون أو سجين لنوع معين أو اتجاه معين أو لون معين فده أنا اتأثرت بوالدي جدا في هذا الاتجاه فنيا وإنسانيا الحقيقة طيب لو قلتلك كده كان ماذا؟ أحمد فؤاد سليم أعرفني لأ أنا طبعا أكيد يعني أعمالك كتير أمر جدا والدي ووالدة حضرتك عزف الديان ومارسل مت أكيد الاتنين طبعا كان لهم تأثير طبعا لا هي تأثيرها طبعا كبير جدا لأنه بقى كل ما يخص الأخلاقيات المهنة كل ما يخص الديسبلين أو الاجتهاد والعمل والمسابرة والدقة والضمير في الشغل الضمير في العمل التفاصيل مهمة جدا بالنسبة لها كل ده أنا استفدت منها جدا وطبعا برضو نفس الشيء الرسالة الفنية اللي بتقدمها سواء كفنانة أو كأستاذة لأنها ربت أجيال كتير يوم في مثل شعبي دايما يقولك ابن الوز عوام فضيما ده أنا كده بعوف كل التالي أنا محظوظة الحقيقة بأهلي ومحظوظة بوالدي والدي كمان هما دعموني كتير ووقفوا في ظهري كتير برغم أنه هي طبقة متوسطة وعايشين لفنهم ومن خلال فنهم وحتى الآن يعني والدتي عايشة للفن والطلبة بتوعها والأجيال جديدة فأنا فخورة بدأ الحقيقة أكيد طبعا نحن كلنا فخورين لأن احنا شايفين النتيجة حقيقة يعني مثال مش عارف لأي بنت مصرية لو قلت لك كلمات حولك كلمات وتقولي لي كده بتمثل لك ايه؟ حسنا مثلا الناي الناي الحضارة المصرية القديمة الهيروغليفية أكديدي برضو وموزرد العبقرية العبقرية والإبهار والعظمة والبيانو الصوت اللي بيضم كل الأصوات البيانو ده كأنه أركسترا لوحده فالأعظم آلة موجودة يعني في تاريخ الموسيقى الإنسانية وبالتاريخ الإنساني بيانو وفرشة الرسم؟ الحرية بالنسبيلي فرشة الرسم دي التعبير عن كل شيء بداخلنا الألوان بكل درجاتها فرشة الرسم دي اللي هي بتنطلق كده وليها جنحات طيب عايزين اتكلم على المبادرة والأغنية اللي انت عملتيها بتاعت بنحب المصرية غنتيها باللهجة العمية ودي يعني مش حاجة جديدة أنا بحب أقول اللغة المصرية العمية العمية عشان بحس إن هي اللغة مستقلة بذاتها شوية يعني مش لهجة بس يعني اللهجات فيه لهجات كتيرة لكن المصرية العمية بتاعتنا دي مميزة جدا يعني وخاصة بينا قوي فبنحب المصرية عاوزيني يعني ايه الفكرة اللي ابتدت إن حبتي توصلي رسالة ايه للجمهور بتاعك مبدئيا دايما في فكرة يعني زي ما قلت هي اللغة المصرية العمية هي لغتنا دايما فيه أولا بنحط دايما المصرية العمية في حتة كده شوية شعبية قوي أو فالجر يقولك العمية مش حلوة قوي دا مش تكلمي لغات تانية أو اللغة العربية الفصحة وطبعا اللغة العربية فصحة جميلة جدا لكن دايما فيه شيطانة ما لغني اللغة العمية ودايما تتخطف اللغة الشعبية دي حاجة الحاجة التانية أن دايما يتقال مغني الأوبرا ما ينفعش يغني باللغة المصرية العمية بالتالي يعني ده الريزولت إنه ما ينفعش ما لا يقليق بيه قوي انه غني بلغات أخرى أو باللغة العربية الفصحة فأنا قلت ليه يعني أولا دي لغتنا يعني أنا كمصرية أنا من حقي أنا عاوز أغني باللغة بتاعتي يعني زي ما أغني باللغة المصرية القديمة أنا عاوز أغني باللغة المصرية العمية المصرية العمية المليانة كلمات أصلها مصرية دي صحيح كتير كلمات كتير صح وإحنا ما نعرفش يعني بخ ست تاتا نونو مام كلها حاجات كان كتير كار كار حتى وحاوية وحاوية كلمات كتيرة جدا وإحنا مش عارفين فليه كان قال لي عشان أنا مغنية أوبرا مغنيش باللغة المصرية العمية ثانيا أو ثالثا بقى ده برضو بالنسبة لي عاوز أكثر الحائط اللي ممكن يكون موجود ما بين مغني الأوبرا والجمهور يعني بفيه وصلة تانية غير غنائي الكلاسيكي والأوبرا وده أنا مستمرة فيه لكن يكون فيه تواصل آخر ونبين إن إحنا قادرين برضو إن إحنا نعمل ألوان مختلفة تانية ونقدر نتواصل معاك وبردو من خلال هذا الستايل وأنا دي حاجة أنا نفسي أعملها من زمان جدا يعني من بداياتي وأنا نفسي أعمل حاجة زي كده لكن الحقيقة ما كانش عندي لا الفرصة ولا الجراءة لأنه كنت في حتة اتجاه ستايل معين اللي هو كنت مشغولة بإن أنا أدرس طبعا الأوبرا والكلاسيكي وأدرس مظبوط وأنا سعيدة بداي جدا لكن ما جاليش الجراءة أو الفكرة إن أنا أدخل في الحتة دي فأعتقد كل حاجة ليها وقتها فده وقتها وعشان تيبقى بداية أن أنا أفتح كمان يعني أفكار تانية وتجارب تانية بتشجعي كمان الصناعات المصرية أنا لو ملاحظة أن ننسي النهاردة مثلا لابسها يعني كتان مصري ما هو بنحب المصرية طبعا ما هو طبعا الأغنية غير إنها كمان بالعامية المصرية لكن هي يعني بتمجد المرأة المصرية وبتشجعها وبتدعمها كل فئات المرأة المصرية كل الطبعات وكل المهن وكل الأنواع والأشكال كل يعني يعني المرأة المصرية كمان تاريخها في تاريخنا ملكة ووزيرة وطبيبة يعني فطبعا ده كان بالنسبة لي مهم فبالتالي كان أوتوماتيك فكرت أن أعمل فوتو ساشن لازم أعمل حاجة فيها المصرية المصرية إزاي بقى؟ يبقى الصناعة بتاعتنا القطن المصري بتاعنا الجميل اللي إحنا لازم نشجعه كمان أرثر الجلبية أو الفستان المصري بتاعنا بالتطريز بتاعنا بالتلي أو بالتطريز العادي يعني تطريز جميل جدا بيبقى معمول على القطن بتاعنا بالحولية طبعا وده معمول سيدات مصريات في جزيرة شندويل في سوهاج اللي هم مشهورين بالتلي ومشهورين بالتطريز وأنا نفسي أشجعهم ونفسي إنه الصناعة دي تنتشر أكتر وتقبى جزء كمان من حياتنا اليومية يعني نحط شهل بالتلي عادي نحط طب حتى على الجينز يقبى معمول بالقطن بتاعنا والتطريز بتاعنا أو بالتلي عادي ما يقباش حاجة استثنائية أو ما يقباش حاجة فولكلورية يقبى عادي جزء جزء منا مش لازم كل يوم بس يقبى جزء يعني موجود طبعا كان حطة رمزية جدا وسامبولي جدا مشروع يعني أتمنى أن ننسي يعني مشروع حقيقي رائع وفكرة هاي لننسي تدميجي بين الهوية مصرية والفن العالمي يعني طبعا بما أنك نسي سبران ويعني مميزة وبارزة جدا على الصحة العالمية فطبعا ده حيشجع فعلا بحاول بحاول بحييكي يعني على فكرة ميرسي يادي ميرسي لو كانت لك فرصة يا أميرة مثلا ننسي تتعاوني مع فنين عالمي يا طرح يكون مين برضو ده سؤال صحيح عالمي كمية حطت ديلي خريطة العالم يعني عاملي أنا ده لا صحب أوي أوي لا صحب أن أنا أقولك مين حتى لو من الماضي يعني لو جات مثلا لو إحنا فلنفترض يعني هو فلنفترض لو إحنا هنرجع حتى في الزمن رحلة إلى الزمن الماضي هل كان في مثلا تحب أن أنت كنت تتعاوني مع فنين معين أو فنينة؟ فعليا ما يعني مش حقدر أقولك لأنه أنا بالنسبالي في عزماء كتير أنا أنا لأبا جنبهم يعني 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 مش مش في بالي حاجة خالص الحقيقة لكن يعني اللي حيشديني أكتر من حامل مع مين هو العمل الفني نفسه يعني اللي حيخليني أقرر أيا كان مين اللي حعمل مع هذا الدويتو مثلا أو عمل فني هو العمل الفني نفسه الأغنية أو المؤلف الموسيقى أنا ده اللي بيشديني طب هل في أغنية تحب أن أنت تأديها مثلا؟ أو قريبة لقلبك أنت؟ لا هو في كتير هو في كتير وفي كتير سواء مننا من التراث بتاعنا أو كمان من الأغانية العالمية الريبرتوار لا نهائي أو الليستة لا نهائية يعني ف وحرجع تاني الحاجات السيد درويش اللي نفسي أعملها لسه نفسي أعمل حاجات السيد درويش بفيوجن وبميكس تاني وأتمنى أن الجمهور يسيبني أعمل حاجات زي كده لأنه هو دايما فيه حيث تتغيره على التراث بزيادة فاكرين أنه إحنا مثلا لو خدنا التراث ده حنشويهه لكن خالص إحنا التراث زي ما هو زي ما بنسيب موزرد زي ما هو بيتعزف زي ما هو حنسيب سيد درويش يتعزف زي ما هو ولكن ممكن ناخد موزرد أو سيد درويش ونعمل منه فيوجن ونعمل منه ميكس جديد ممكن يخلينا نشوف العمل ده بطريقة تانية مختلفة يطلع منه حاجة تانية مختلفة فأتمنى أن أنا أقدر أنجح أعمل حاجة زي كده وفيه أغاني كتير كمان من قديمة بتاعتنا ممكن يتعامل أنا هتنتظر من ده المشروع ده ده يعني أتمنى إن شاء الله أتمنى أنه أنه يعني إيه الناس يبع عندها يعني تبع الشجاعة أن هي تتلقى الفكرة دي لأنه أنا عارفة أنه فيه شوية غيرة على ده لكن أنا بحاول يعني بحاول أغير ده شوية إيه عشان من المهم أن الفنان يقدم شيء جديد وشيء يفتح الأفاق شوية بطريقة مختلفة ويغير نظرات ويفتح نظرات ونشوف حاجات بطريقة مختلفة غير إن أنا أقادي للجمهور اللي هو عاوزه حيبسه لده أوي ممكن لكن أوقات حاجات تانية ممكن إبقى فيها تحدي وإبقى فيها بصحي شيء مختلف شيء آخر طيب دايماً كل فنان بيكون كده عنده يعني مصدر إلهام إيه هو السورس بإنسپيريشن؟ سواء شخص مكان تقوص معينة بتعمليها مثلاً روتيم معين السورس بإنسپيريشن أوقات يعني مثلاً زي هوبي مثلاً أو حاجة هوبي أو مكان مثلاً تحبي تروحي يعني أنا أحب البحر مثلاً طبعاً البحر دا سورس أوقاتنا في إسكنديريا البحر دا أنا ممكن في حياتي كلها عيش قدامه دا أكيد لكن الحقيقة السورس بإنسپيريشن أوقات هو مافيش سورس يعني بمعنى الهدوء الكامل أنا أحب أوقات أفصل تماماً وأبقى في حالة ميديتيشن كاملة عشان أقدر يبع عندي الإنسپيريشن السورس مش بدور في حتة يعني أبقى جاي من جوايا بس أفصل وأفضي كل شيء جوايا عشان أقدر يبع كلير الايديا أو الفكرة تبقى كلير قدامي فأوقات أنا أعزل بطريقة كاملة آه كاملة بالنسبعي هو دا السورس بإنسپيريشن أنا بقيت جداً المتخوز يعني ولو مدور على السورس بإنسپيريشن تاني حيبقى برضو من خلال فني يعني هتلاقيني ممكن أعمل أسمع عمل موسيقي مثلاً قديم مثلاً ما تشبق لي كتير كتير ممكن أوقات أرسم عشان أنا لسه بأرسم وبحب الرسم أعتقد في لحظة ما في حياتي يعني حكاً يعني حعمل يعني حرسم بطريقة يمكن منتظمة أكتر برجع للرسم شوية برضو دا سورس بإنسپيريشن دا بيخلين دا جزء من إن أنا أنفصل شوية أدسكنيكت كومبليتلي وبخرج من الحالة دي بإنسپيريشن بإيديا كتير وبأفكار كتير في شخنة الطاقة حصلت طيب إزاي يعني دايماً كده إحنا عندنا مشكلة أو التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية يعني بنحاول كلنا إن إحنا نعمل البالنس دا لكن يعني طبعاً مع الحفلات والعروض في جميع أنحاء العالم يعني إزاي بتقداري تعملي البالنس دا أعتقد أن الفنان لما بيختار هذا الطريق هو عارف هو أختار إيه فهو إحنا عارفين إن إحنا كده عاملين زي الرحالة بنمناش مكان ثابت للأسف هي شكلها حاجة حزينة شوية لكن هو الحقيقة فيها طاقة جميلة جداً لأنه بنتنقل طول الوقت الحياة الشخصية هي جزء من الحالة دي من الرحلات دي كلها ومن التنقلات دي كلها والتنوع دا كله ما ينفعش إن الحياة الشخصية تابع منفاصلة لازم تبقى جزء لو هي جزء حيبى فيه توازن لو هي مش جزء هنا فيه المشكلة يعني أنا حياتي شخصية ومع زوجي هو أيضاً فنان وهو زي ما أنا خدته زي ما هو واخدني زي ما أنا وعارف إنه فيه تقبله أكتر من كده فيه دعم وفيه بنخلق كمان خلقة إبداعية وفنية وأفكار مع بعض كتيرة فبالتالي دا بيقى جزء من الحياة يعني كله بيحصل مزيج ما بين الاتنين الشخصية والفنية والمهنية طيب لو فيه حشاب أو شاب أفتاة يعني حابين إن هما يدخلوا مجال الفن ومش عارفين يبتدوا إزاي تحبي تنصحيهم بإيه أولاً زي ما قلت هو الفنان لما بيختار هو عارف هو لازم يعني إيه اللي اختياره بيترتب علي إيه لازم لما يختار هذا الطريق يقبع عنده حافز كبير جداً 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 الموتيفيشن أعلى شيء لازم يقبع عنده لو ما عندوش الحافز الحقيقي اللي يديه الدفع إنه هو يواجه كل ده وإنه هو يتعلم صح وبعدين ما ياخدش الشورت كات لأ لسه فيه لازم نبني ولازم نتعلم ولازم نأسس كل ده طريق طويل ممكن حصل فشل تجربة مثلاً فشل يكمل لا ده هو بيتعلم منها خلاص إخنا عرفنا ده كل ده ده كلام بيتقال على طول لكن هو ده واقع يعني أنا حصل لي وقعت كتير في حياتي المهنية كتير مش كتير أوي بس كتير ورد يعني وقعت وقمت تاني وتعلمت من اللي حصل إيه اللي حصل إيه اللي عملته مثلاً مختلف أو إيه اللي أتعامل بطريقة مختلفة المرة الجاية أتعلم أصلح شيء أحسن شيء هو تحدي مع نفسي يعني هي منافسة مع نفسي إزاي أبقى أحسن من السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كل ده بتعلم من التجارب الأخرى فهذا ده لازم لازم نقع نقوم تاني أحسن من الأول أو بالزبط طب النجاح الحقيقي بالنسبة لك إيه؟ سواء نجاح على مستوى الشخصي أو المهنية النجاح فنياً القيمة الفنية اللي بقدمها أهم من أي شيء هو ده بالنسبة لي النجاح نجاح وشهرة وأكون على سحف كل حتة مش مهم القيمة الفنية اللي هي اللي هي فن برضو يعني مش قيمة الفنية للموضوع جد قوي لأ ممكن زي ما عملت بنحب المصرية أعمل حاجات فن لكن المشوار الفني المشوار نفسه ده بالنسبة لي هو ده النجاح الطريق هو ده بالنسبة لي البناء اللي ببنيه في أعمالي الفنية اللي بطلعها ورسلتي هو ده النجاح أنا يعني حيس عيدة جداً ومش عايز اللقاء يخلص ويعني أتمنى أن احنا نقعد ساعات وساعات نسعلم لأن كلام فعلاً معكي يعني جميل وأنا حاسة أن احنا كلما هنتكلم كلها هنقعد هنطلح حاجات تانية كتير بس جد أنا يعني فخورة بيكي وسعيدة بوجودك معنا النهاردة في احتفالية مكتب سكندرية ممتازة يعني المرور وأنا بشكرك على الأسئلة الجميلة جداً والحالة والطاقة الإيجابية الجميلة جداً يعني حيس عيدة ونختم بقى البودكاست بكلمة لمتابعي بودكاست مكتب سكندرية بمناسبة احتفالية عيد ميلاد المكتب أهلاً بالكاميرا ولا؟ بالكاميرا أول يعني براحتك خالص يعني كل سامته طيبين ويا رب دايماً هذا المكان يكون source of inspiration يعني صرح جميل دايماً بيديلكوا طاقة إيجابية جميلة وفن وموسيقى وأتمنى أتمنى أني أشوفكم وريب مش في الاحتفالية الجاية بقى أعرب من كتا شوي شكراً لكي وسعيدة بوجودك معنا بجد واستمتعت جداً جداً وأنا أكتر من بشكري جداً على الطاقة جميلة دي شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم